موسيقى موسيقى باسم الاب والابن الروح الكدس الاله الواحد امين خريستوس نستي احنا ما زلنا بنتكلم في القيامة وما زلنا نستمتع جميعنا بافراح القيامة وفي الاسبوع الخامس من الخمسين احنا بنستمتع باعلان محبة الله من خلال قيامته يعني في التلاميذ لما كانوا عايشين مع المسيح على الارض بيشوفوا كل اعماله العظيمة بيشوفوا العجائب الكبيرة اللي هو كان بيعملها معجزات كثيرة كان بيعملها ولكن هذه المعجزة الحقيقية اللي ربنا بيعملها فينا فيه بعد قيامته هو الحلول المعجزة للمسيح في اولاده التلاميذ شافوا المسيح اللي بيصنع معجزات ولكن طالما ان المسيح هو الذي يصنع المعجزة ولم يدخل بعد في حياتهم الشخصية يظل الانسان يدرك انه المسيح يصنع معجزة ولكن بعد القيامة الوضع اتغير الوضع اتغير تماما احنا ما بقناش نشوف المسيح الذي يصنع المعجزة لكن ابتدينا نشوف الحلول المعجزة للمسيح فينا ودي فرق كبير جدا جدا يبقى اكبر معجزة الحقيقية يعملها المسيح فينا هو حلوله فينا وحلوله المعجزة في الانسان هو تعبير عن كل القوة اللي ربنا يديها لأولاده واللي بيها اداهم ان يقدروا يغلبوا العالم وعشان كذا تبصت لاقي في قديس يحنى لما يعبر عن ده بيعبر عن من الذي يغلب العالم والغلبة التي نغلب بها العالم هي ايماننا ومن يغلب العالم غير الذي يؤمن بان يسوع المسيح هو ابن الله وهذا الايمان هو انه اعلان لعن القوة اللي بتؤمن انت بيها مش بس ان المسيح يصنع معجزة لكن ان المسيح الذي يسكن فيك المسيح الحال فيك هو يصنع معجزات من خلالك واكبر معجزة الحقيقة لأي انسان ممكن يقدر يعملها هو انه يعلن محبة الله للبشر وعشان كده تحويل شاول لما بيحكي لنا قصة ابراكسيس تحويل شاول من شاول الى بولس الرسول هو اعلان عظيم عن مجد الله ولكن تستطيع انت ايضا انك تحول كثيرين من شاول الى بولس الرسول وده ما بيجيش الا من خلال حاجة مهمة جدا ليعرف الجميع انكم تلاميذي ان كان لكم حب بعضكم معه وبعض وعشان كده اعلان القوة هو من خلال اعلان الحلول الالهي فينا ومن خلال الحلول الالهي فينا هو اعلان محبة الله لكل انسان وبالتالي محبتنا احنا البعض عشان كده السيد المسيح في الصلاة وفي جثماني اعلن ده بوضوح جدا انه ارتباط المجد اللي ربنا يتمجد به من خلال وحدة الناس مع بعضها ان تلاميذ المسيح يكونوا دايما في وحدانية الوحدانية مش هتيجي من خلال ان احنا نقول ان انا عايزين نتوحد انما الوحدانية هتيجي من خلال عمل الالهي واضح جدا ان لو كل انسان يتحد بالمسيح اتحد الحلول الالهي في الانسان هو ربنا هو اللي بيوحد الناس وبالتالي مهم جدا انه اتجاه تفكيرك يكون ازاي انا اكون في المسيح ازاي يحصل هذا الارتباط الانساني القوي مع ربنا وبالتالي يعني انا عايز اقولك حاجة لما تكون انسانا حقيقيا لما تقدر توصل الى مفهوم الانسانية الحقيقية وبالتالي هتبقى صورة الله يعني ربنا لما خلق الانسان خلق الانسان ايه خلقه على صورته واراد له ان يكون المثال ليه وبالتالي كون الانسان يحيا ويحتفظ بهذه الصورة الالهية لربنا خلقوا بيها صورة الله نفسه ويتصرف التصرف اللي بيه يقول انا انا بتصرف بحسب كلمة الله بحسب الارادة الالهية فاصبح هنا عنده اتجاه هذا الاتجاه هو اتجاه متجه نحي الله طب تخيل ان جميع البشر او جميع الذين يؤمنون باسمه جميع الذين يؤمنون ان يسوع المسيح هو ابن الله وانه جاء في الجسد وانه تألم وكبرى وقام من اجلنا كل ده بيوجه الانسان الى اتجاه لانه هذا الاتجاه بيكون اتجاه واضح جدا انه كلنا بنبص على هذا الاتجاه توحيد الاتجاه هو يوحد بين الناس لانه الناس مش ممكن بيتحدوا الا من خلال اتحاد اتجاهاتهم المختلفة وعشان كده ما ينفعش ابدا انك انت تبتدي تقول ايه نحل وحدانية البشر مع بعض بدون توحيد الاتجاه وعشان كده عايزك بس توقع تفكر مع نفسك شوية الوحدة اللي ربنا عايز اولاده يكون فيها هي اساسها تمجيد لله وهي تمجيد للابن بنفس الصورة اللي ربنا اراد للابن ان يتمجد بيها يعني معنى كده ان يؤمن الناس ان هذا هو المعين من قبل الله لاجل خلاص العالم لاجل حياة العالم وبالتالي بنؤمن انه هو المسيح الذي احبنا وولد من اجلنا وبالتالي هاتبوس تلاقي انت بتحب المسيح هذه المحبة وبالتالي من احب المولود فيحب الوالد وبالتالي ان احببت الابن فتحب الاب ايضا وبالتالي هاتبوس تلاقي حياتك كلها ارتبطت باين انه اتجاه حياتك كله اصبح متاجه نحية المسيح ومحبة الله في حياتك وتمجيد الله في حياتك ده بيوحد بقى من البشر فاول وحدانية بتحصل هو وحدانية قوى الانسان الداخلية يعني اتحادنا بالله اي اتجاهنا الواحد نحية الله اي تثبيت النظر في الله اي مجموعة المعتقدات اللي في داخلنا مجموعة الخبرات اللي في داخلنا الهوية وتحددها والرؤية وتحددها يعني رؤيتك وهويتك ومجموعة المعتقدات اللي انت بتعيشها او بتؤمن بيها ومجموعة الخبرات اللي انت بتعيشها هي دي اللي بتكون الاتجاه فتكوين هذا الاتجاه وتثبيته فيه الله بيخلي عندك في الحقيقة توحيد لقوى النفس الداخلية توحيد لقوى النفس الداخلية ده معناها ايه؟ ببساطة شديدة ببساطة شديدة يعني هتبصت لا اختياراتك واضحة يعني إنسان يحيا بوضوح الاتجاه يحيا في وضوح فكر يعني فبيرتبط الفكر بيرتبط القوى العقلية مع قوة المشاعر فبالتالي يبقى فيه اتجاه للمشاعر بنفس الاتجاه اللي فيه الفكر وفي نفس الوقت بتبص تلاقي الارادة بتنضمج معاهم بتبص تلاقي الارادة بتخضع ايضا او بتقوي هذا الفكر فتبص تلاقي فيه واحد متحد الفكر والمشاعر والارادة خلي بالك من نفسك كده وانت بتقول انا متحد الفكر والارادة والمشاعر كم يكون استقرار هذا الانسان في حياته هتبوسي تلاقي استكرار الإنسان ده في حياته لأنه حاسس بسلام مش حاسس بصراع داخلي أصعب حاجة على الناس أنهم يحسوا بالانشقاك الداخلي والصراع الداخلي وعشان كده الإيمان بالمسيح القائم من بين الأموات وإعلان محبتنا لله وإعلان اتحادنا في الاتجاه في أننا متحدين في اتجاهنا مع الله هو في حد ذاته هو الحصول على الاستقرار والهدوء الداخلي والسلام الداخلي للإنسان هتبوسي تلاقي الإنسان بقى عايش إيه طالما عنده فيه سلام داخلي بتدى يفرح بتدى يعلن مجد الله في حياته بتدى ياخد قراراته بهدوء الحيرة بتبتدي تقل جدا لأنه عارف أنت عايز إيه وما يقعدش كل شوية حيران مضطرب متدايق مش عارف يعمل إيه كل ده بيعمل إيه؟ اتحاد داخلي للإنسان يعني إيه الاتحاد داخلي للإنسان؟ يعني الإنسان كله بيجمع كل قوة نفسه الداخلية تخيل أنك تجمع كل قوة نفسك الداخلية دي معناها إيه؟ دي معناها أن كل قواك الداخلية بتتحت في اتجاه واحد وبالتالي هذا الاتجاه الواحد بيمثل قوة حقيقية هذه القوة الحقيقية تم تكون مباركة بنعمة إلهية هتبوسي تلاقي هذه البركة في حياتك أصبحت قوة وبالتالي هتبوسي تلاقي أولاد الله أقوياء وبالتالي أولاد الله كمان عندهم القدرة للتواصل مع الآخرين فبالتالي قدروا يجمعوا آخرين ويتحدوا معاهم ويعيشوا بهذا الاتحاد ومش بس كده تبوسي تلاقيك أنت بتتحت كمان مع الطبيعة والطبيعة دي كلها هي عبارة عن إيه؟ هي عمل الله يا خلقة الله ولأنك أنت متجه اتجاها واضحا مع ربنا وأنت بتعرف ربنا وبتعرف محبة الله لخلقته فبتبوسي تلاقي عندك اتجاح جميل جدا أنك أنت بتراعي الطبيعة بتراعي النباتات وبتراعي الهوى وبتراعي المية بتبتدي بتفرح بالطبيعة اللي خلقها ربنا وبتراعيها كمسؤول كمسؤول أساسي من في الحفاظ على الطبيعة وعلى البيئة اللي أنت بتعيش فيها بوسي تلاقي فيه نوع من الهارموني كده مع كل إنسان مع نفسك ومع الناس ومع الطبيعة وبالتالي بوسي تلاقي عندك اتحاد مهم جدا بيحصل في حياتك مش بس اتحاد مع نفسك ومع الناس ومع الطبيعة ده أنت بتحصل كمان عندك اتحاد مع الزمن يعني هي اتحاد مع الزمن دوس لا حياتك كلها أصبحت وحدة وحدة بتبص في حياتك كده وحدانية وحدة إن ما تحياها على الأرض هو امتداده طبيعي امتداده ماشي طبيعي وهي اعتبشي إلى الأبدية وهذه الأبدية هي بكل ما فيها من فرحة ومن مجد هي بكل بساطة هي امتداد طبيعي لحياتك على الأرض فبالتالي يحصل عندك ايه؟ نوع من الوحدانية في الحياة يعني اتحاد مع الزمن اتحاد مع الزمن يعني هذا الاتحاد مع الزمن زي ما المسيح قال لنا هو ذا ملكوت الله داخلكم الآن وبالتالي تبص تلاقي تحيا الملكوت الآن يعني ما تتمنى ما سيكون تحياه الآن وبالتالي احنا سيحب ننتظر قيامة الأموات وحياة الظهر الآتي ولكننا في نفس الوقت من نحية الأبدية الآن نحية ملكوت الله في داخلنا تبص تلاقي فيه وحدة مع الزمن لانك انت اذا اتحاد مع المسيح وحدانية مع المسيح فبالتالي هتقدر تفهم وتعرف وحدانية الزمن وفي نفس الوقت تتحد ايضا مع المساحة مع الكون كله فتبص تلاقي نفسك ان انت وانت تحيا في مصر انت عندك اهتمام واتحاد مع كل البشر اللي موجودين في كل العالم ومع ايضا السمائيين وتبص تلاقي عندك شركة مع السمائيين وشركة مع الكدسين يعني بمعنى ان القيامة تعطينا وحدانية وهذه الوحدانية هي وحدانية كاملة هي شركة حقيقية شركة مع الاب والاب والروح الكدس ليكون فرحكم كاملا هذه الفرحة هي فرحة القيامة ربنا يبارك فيكم ويعطيكم كل نعمة وبركة ولإلهنا كل المجد والكرامة إلى الأبد آمين آمين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة